يقول الله عز وجل يا ابن آدم لا تخافن من زي سلطان ما دام سلطاني باقي وسلطاني لا ينفذ أبدا يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق وخزائني ملآلة وخزائني لا تنفذ أبدا يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب اوى تفتقد تتعب يعني بجوارحك تتعب بقلبك وتنشغل به انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل الجوارح تعمل والقلوب تتوكل خلقتك للعبادة فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب فهو عزتي وجلال ان رضيت بما قسمته لك ارحت قلبك وبدلك وكنت عندي محمودة وان انت لم ترضى بما قسمته لك فو عزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك